دعونا نتحدث قليلاً عن نجوم النادي الأهلي وبالأخص عن مصطفى شبير اللي تربى في النادي الأهلي وتبنى فكرة شخصية النادي الأهلي حقيقة يعني أنا بقول إن الراجل ده واجه ضغوط كتير قوي واجه ضغوط كتير قوي قوي لإسمه إسمه كان في الأول مسبب له ضغوط كتير ولكنه بطل حقيقي نتمنى له الاستمرار مع حارس هو أسطورة أيضاً من أساطير أفريقيا محمد الشناوي النادي الأهلي غاني جداً في مركز حراسة المرمى الحقيقة ومحمود الزنفولي ومعهم كمان حمز علاء ومعهم اللعبة اللي متصعدة كمان من تحت كلهم حاجة تشرف جداً 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 الكرة في النادي الأهلي وقطاع الكرة في النادي الأهلي غاني بالمواهب والدليل أبناء النادي الأهلي اللي في التشكيل الأساسي أنت بتتكلم عن خط دفاع بالكامل بحارس المرمى ما فيش غير عليه معلول بس الأجنبي الوحيد اللي عندك ومش أجنبي يعني ده برضو مننا ولكنه مش من قطاع ناشئين النادي الأهلي تتكلم في الخط الأمامي نفس الكلام عندك عبدالقادر من قطاع ناشئين النادي الأهلي مصدر للمواهب الحقيقة فشخصية النادي الأهلي ببان في أبنائه عند كل اللعيبة الحقيقة اللي بتنتمي للنادي الأهلي حتى اللي بيجوا من برة لازم اللي بيدخل النادي الأهلي بيتطبع بشخصية النادي الأهلي شخصية البطل اللي احنا يعني كل الناس عارفها بشخصية البطل حقيقة دي حاجة لابد من ذكرها ما بتفرقش في سن ما بتفرقش في مطشاط كبير صغير الراجل ده أول ما لعب لعب زهاب نهاي دور أبطال أفريقيا مصطفى شبير يعني لعب زهاب نهاي دور أبطال أفريقيا ومن أحسن الناس في الملعب فدي شخصية البطل وشخصية النادي الأهلي النادي الأهلي اللي أولاده دايماً بيبقى ده شكلهم في الملعب يعني نروح بقى